لا يوجد طريق صالح للسلام في اليمن يقول تقرير أمريكي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فبينما يبدو الجميع متثقين على الحل السياسي كطريق وحيد ليقاف الحرب إلا أن الجميع أيضا كما يكتب التقرير مصممون على مواصلة القتال التقرير الذي كتبه السفير الأمريكي السابق في اليمن ستيفن سيش بالتشارك مع أريك بيلوفسكي المساعد الخاص للرئيس الأمريكي الأسبق مثل خلاصة اجتماعات عقدت مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنين في الرياض المتمردون الحوثيون كما يصفهم التقرير الأمريكي أشار إلى أن الضغط العسكري لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات ما زال خيار الشرعية والتحالف فولاء الحوثي لإيران يجعل من التسوية السياسية مستحيلة كما أن الإجماع الحاصل في الرياض حول ضعف قوة صالح يعزز من الخيار العسكري كما يرصد التقرير تحقق القوات اليمنية وفقا للتقرير تقدما متواضعا بينما يسيطر الحوثي على مرتفعات استراتيجية مكتظة بالسكان وتركز السعودية على الاهتمام بإقامة منطقة عازلة على حدودها ويتناغم التقرير الأمريكي مع التحذيرات الأممية من تحرير الحديدة لكنه يحذر أيضا من تحرير صنعا كونها ستسفر عن إراقة دماء كثيرة ومن اللافت أن التقرير الأمريكي تحدث عن التباينات الحاصلة داخل قوات التحالف والشرعية ورأى أن اللجنة الثلاثية لتنسيق صنع القرار تعاني من ضغوطات كثيرة الحاجة لصفقة تسرع بتفكك تحالف الحوثي وصالح هي إحدى عوامل تنشيط عملية السلام يؤكد التقرير الأمريكي لكن عملية السلام المتوقفة تماما بنظر تقرير معهد واشنطن يتطلب لإحيائها طرفا ثالثا محايدا ودبلوماسية أمريكية فعالة